السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله المطبخ عبارة عن عمودين زاوية زاوية اشمال وزاوية يمين الزاوية طبعا واضينا من الارض للسافة ربط القطعتين ببعض ربط الضر العلو والسفل مع بعض طبعا المطبخ معمول على اللونه خالص وقلت انسب لون في الرخام يناسبه اللون الاخضر يعني كان ممكن اللون الاسود بس طبعا الاخضر مع لون السراميك اللي هو الفسفوري ده كان هيبقى اجمل مع البيج طبعا يعني انا قلت البيج يمشي مع اللون الخشب واللون الاخضر ده طبعا يمشي مع الفيروزي مع اللي هو اللي هو اللي هو الفسفوري عفوا فلكن الاسود كان يمشي بس مكانش هيبقى ازرف يعني ده المطبخ طبعا متقسم عمودين زاو ما قلت حالكم وفيه خوارنق في النص او صندوق بيتحط فيه مثلا فيه التبالات بقى فيه مثلا ده برضو تبالة بيتحط فيها العلب التدبيل واللازم منه يعني طبعا الازاز مرسوم كمبيوتر عاملين نسختين من الازاز شفاف مرسوم كمبيوتر وازاز معمول مصنفر ما بيباينش اللي وراه اللي هو في النص ده حركوا شايفينه يعني الازاز نوعين فيه مصنفر وما بقاش مباين اللي هو وفيه اللي هو المصنفر الخفيف بقى مباين على خفيف يعني طبعا دي ضلفة في النص ارابيسك والنبنو تغيير من الشكل ده اللي يعني بقى اللي احركوا عليها عاطمة خالص ما بتباينش اللي جوا لكن ده اللي هو الكمبيوتر بيباين ببقى لون هادي ما بقاش شفاف خالص يا جماعة اللون اللي هو شفاف خالص بيبقى نباهو أكده بقاش زريف لكن اللي هو اللي هو اخد رسم الكمبيوتر ده ونص شفاف بيبقى جميل جدا بيباين الحاجة من ورا بس بيهدوء بيبقى هادية جدا وجميلة طبعا المطبخ احنا عملونه على لونه بس عاملينه النظام مط يعني مطفي مط او مطفي احنا بنقول علي مط او مطفي ما بقاش لامع يعني مطفي او مط ظاهر ان هو هادي كده ومريح للعين طبعا هو المطبخ يفضل فيه طبعا اللمية ده الفورمايكا لقلب المطبخ برضه فورمايكا الفورمايكا طبعا انا كلمتوكو عليها قبل كده كتير في المطبخ والفضل لها بنعملها كتير بس هي طبعا بتتكلف شفافة بتبقاش في كل المطبخ الفورمايكا طبعا ضد النار يعني حركة الخينية بتبقى ضد النار لقد الله ونشب حريقة او اي شيء ده الحوض بتبقى منوط لها بضلوف جرار عشان المساحة طبعا بقول لها راكل الفورمايكا لقد الله وطالها نار ما بتقولعش بسرعة يعني لان هي بتبقى عبارة عن عظم يعني شبيها بالعظم كده يعني ما بتقولعش بسهولة يعني لقد الله ربنا عافنا طبعا جميعا دي هي زاوية المطبخ عاملينها من طاولة زاوية طاولة والضلفة طاولة من الاول الاخر عشان الخزين لو ست البيت عايزة تخزن فيها مثلا تخلي الخزين كله على جنب بتبقى مثلا لو عايزة تعمل السكر والزيت والحاجات ده كلها على جنب بتبقى جميلة يعني ده المطبخ من نظر اوفوكي ده الزاوية اللي بقول لها حركة عليا زاوية يمين وزاوية شمال بتبقى جميلة جدا طبعا الفاصل ده مش هيب صنع يا جماعة ده طبعا عشان الغاز بعد ما عملنا والغاز قدر فيه فاصل القرى عشان المسورة ده الضلفة اللي بقول لها حركة عليها كمان جميلة جدا في الخزين بتبقى ست البيت بتخزن فيها حاجتها كلها بتبقى فاصلية دورة كمان ده المطبخ هوات ده الازاز اللي هو الكمبيوتر الشفاف اللي هو مستنفر ببقى نص شفاف يعني ببقى الشفاف خالص انا ببقى بفضلش الازاز الشفاف في المطبخ خالص لانه مبقى هو قوي يعني وده الرخام اهوت بنعمله وحاجز زو حركة شتبين كده بنعمله حاجز علشان بره مايعادش مية وصرب مية بين الخشب وبعضه عشان بره مايعاملش عادة في الخشب ويبوزه ودي ضلفة الاربسك من شاء الله اللون على جميل جدا انا قلت انسب لون هيبقى مثلا اللي هو اللون الخشب عشان نيسب اللون اللي هو السكري او القوفايت في السراميج واللون اللي هو الفسفوري هينسبه مثلا للرخام طبعا معمول له مقابض طويلة برضه عشان تبدي شكل تقسيمة المطبخ من تحت متقسيمة تقسيم خارجي مش من جوا بس حيث لو سلت البيت عايز اتعمل كل طلفة اللي نوع معين يبقى معها برضه ده يمين وشمال زاوية يمين وزاوية شمال وده فرانطون في النص هوات اللي فوق ده حلية معمول لها ثبط برضه علشان يعمل اضاءة طبعا التبالة ديت يعني برضه جميلة جدا في البرتمانات والتدبيل وكلام ده شكلها حلو زا ما قلو حرككم الفورمايكة بقى مزيدا يبقى سهلة الماسحة والتنظيف بغض النصر طبعا عن الحريق وكده يعني طبعا المطبخ ما شاء الله عليه يعني فيه شغل كتير شايفين لون الخشب فيه بقى كمان الطريقة تانية بنعملها بقى كدت بتعمل زمان ممكن يعني نرجع نعيدها تاني كان كنا بنيجي نغسل الخشب ده بأكسجين مية أكسجين كانت بتضاير الخشب خالص يعني بدلا ما هو فيه الصفار البسيط ده الأكسجين بخليه أبيض أبيض خالص زي لون الحليب كده يعني بأجميل جدا كمان بس طبعا ده طريقة قديمة شوية يعني ما عادش بتتعمل لكن ممكن تتعمل طبعا ده المطبخ هو بتأسيمته يا جماعة شايفين لامعة الرخام ما شاء الله أخضر هندي اللون الأخضر كميل جدا مناسب اللون طبعا أنا طبعا مش هتعول على حراقكم وأسيبكم مع المكتب هتتفرجوا عليه براحبكم وتقولوا لي ايه رأيكم في طبعا الضلفة احنا عملنا على قدينة يا جماعة والمطبخ عملنا كله على قدينة أنا سيبكم بقية تتفرجوا براحبكم على المطبخ ومستنت علاقكم وأي السفسار أو أي شيء وطبعا الموقع مكتوب تحت الفيديو اللي حابب يتواصل معنا أو أي شيء إن شاء الله وصفحة الفيسبوك بره معمل لها الرابط في الوصف اللي حابب يتواصل معنا أو أي شيء ورقم التليفون مستنت علاقكم ومنتظر تعليقكم إن شاء الله وأي السفسار وفي النهاية كل عام أحرقكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة